بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الضابعة والسبعون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح فضيلة الشيخ كنا في الحلقة الماضية قد استهلينا رسالة للمرسل أبو عبد الله وقد طرحنا سؤاله الأول ولكن بقي في رسالته تقريبا ثلاثة أسئلة كان هو شاب ويقول أنه عاد إلى الله سبحانه وتعالى بعد فتور لمدة سنتين ونصف سؤاله الآخر يقول وهل يجب علي صلاة الصلوات التي تركتها في ما مضى والتي ذهبت وأنا عازم على التوبة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن ترك الصلاة متكاسلاً مع إقراره بوجوبها قد اختلف العلماء فيه إذا تاب إلى الله هل يقضي الصلوات التي تركها قبل التوبة أو لا يقضيها هذا بناء على حكم تارث الصلاة متهاوناً من ذهب إلى أنه يكفر الكفر المخرج من الملة فإنه لا يقضيها ولكن يحافظ عليها في المستقبل ومن قال إنه يكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة فإنه يقضي الصلاة إذا تركها وتاب إلى الله عز وجل والراجح والله أعلم هو القول الأول أنه إذا ترك الصلاة متهاوناً بها أنه يرتد عن الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة في حديث آخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها أقد كفر هذا هو الراجح والله أعلم فبناء عليه لا يقضي الصلوات التي قبل التوبة وإنما يحافظ عليها بعد التوبة والله يتوب على من تاب سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول هل يجب علي أن أحج مرة أخرى كما ذكرنا سابقاً هل من ارتد عن دين الإسلام ثم تاب تبطل أعماله التي قبل التوبة فيعيد الحج على هذا القول أما على القول الثاني أنها لا تبطل إذا تاب إلى الله ترجع إليه فهذا يكفيه الحج الأول أحسن الله إليكم هذا يقول حضرت لأداء العمرة مع الوالدة ومعها نساء هل علينا طواف وداع بارك الله فيكم نعم الطواف الوداع إنما هو في الحج النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج ألا ينفرن أحد حتى يكون آخر أهدي بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائط وأما العمرة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل لها وداعاً ولم يرد أنه أمر أحداً من المعتمرين من يطوف للوداع لكن إذا فعله من باب الاحتياط وزيادة الخير فأباس نعم أحسن الله إليكم المستمع وأرسل بهذه الرسالة مصطفى أحمد يقول هل يختلف العذر بالجهل بالأمور المتعلقة بالعقيدة عن غيرها؟ الجهل يختلف أحوال الجهل إذا كان في مكان لا يصل إليه شيء من القرآن ولا من السنة ولا من العلم الشرعي فإنه يعذر إلى أن يجد من يبلغه ويرشده أما إذا كان بين العلماء وبين المسلمين يسمع القرآن يسمع الأحاديث يسمع البرامج الدينية في وسائل الإعلام ويقرأ هذا لا يعذر بالجهل لأنه بلغه الشرع بلغه الحق الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه من بلغه القرآن وهو عربي يفهم معاني القرآن فإنه بلغته الحجة وقامت عليه الحجة بارك الله فيكم هذا أبو محمد بعث بهذا السؤال يقول رجل مسلم حدث له حادث مروري في خارج المملكة منذ أكثر من عشرين عاماً وأصبح في شلل تام يتكلم فقط يعيش بواسطة الأجهزة في المستشفى أمنيته أن يزور الكعبة معتمراً أو حاجاً هل يجوز أن أؤدي العمر أو الحج وأهبها له؟ هذا إذا كان بالإمكان حمله إلى مكة للحج أو العمرة ويطاف به محمولاً ويسعى به محمولاً وينقل إلى المشاعر في الحج فإنه يحج بنفسه ما إذا كان لا يمكن نقله لا يمكن نقله هذا ينيب من يحج عنه ينيب من يحج عنه بدليل أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة أفأ حج عنه؟ قال لها حج عن أبيك أحسن الله إليكم وانتقل إلى سؤال آخر هذا السائد يقول كثير من الآباء والأمهات يدعون على أبنائهم عند الزلل والخطأ نرجو منكم كلمة توجهية لهم بهذا الخصوص وما حكم الدعاء على الأبناء في هذه الحالة أولا نوصي الأبناء بأن يرفقوا ويبروا بآبائهم ولا يغضبوهم ويحملوهم على الغضب والدعاء عليهم ثانيا نوصي الآباء أن يرفقوا بأولادهم ويرحموهم ولواساءوا إليهم عليهم ذلعفو والصفح والتسامح وأن لا يدعوا عليهم الله بخير لأن دعوة الوالد مستجابة دعوة الوالد على ولده مستجابة فأخشى أن تصيبهم دعوته ونوصيهم إذا حصل غضب من الوالدين أن يستعيدوا بالله من الشيطان حتى يذهب عنهم الغضب أحسن الله إليكم السائل عبد العزيز يقول حفظكم الله هذا السؤال عن قضية هي قضية الوقت والأسئلة عنها كثيرة وهو ما حكم تحديد النسل أحديد النسل لا يجوز المطلوب كثرة النسل نبي صلى الله عليه وسلم رغب في طلب الولد وطلب الإنجاب قال إني مكاثر بكم الأمم كثرة النسل بين المسلمين فيها خير فيها قوة للمسلمين تكثير لعدد المسلمين وفيها أيضا ناحية اقتصادية وهو أنه إذا كثر النسل كثر العمل والإنتاج والعاملون فيها النسل فيه مصالح صالح عظيمة لكن لو دعا داع صحي مرضي مرأة توقف الحمل قرر الأطباء أن الحمل يضرها عليها خطر في حياتها منه حين عين يوقف الحمل للضرورة أحسن الله إليكم أبو بدر من جدة يقول علي كفارة جماع في شهر عمضان المبارك في العام الماضي وقد يأتي هذا الشهر الفضيل في هذه السنة ولكن لن أستطيع الصيام لظروف الخاصة وخاصة الصحية فماذا علي لو أجلته إلى ما بعد رمضان لا بس يجوز أن تؤجله إلى ما بعد رمضان لأنه باق في ذمتك ما دمت تستطيع الصيام الكفارة ولو بعد مدة أنك تؤجله يبقى في ذمتك أما إذا كنت لا تستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا فإنك تطعم ستين مسكينا قال جل وعلا فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل الدعاء بعد الصلاة ورفع اليدين عنده مبتدعة وما الدليل في ذلك نعم الفريضة يدعى بعدها لكن لا يرفع يديه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفريض أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح هذا يسأل يقول قريب لنا تعرض للأذى بواسطة السحر والله أعلم بذلك وحديثنا وسؤال حفظكم الله يقول كيف نعالج ذلك بارك الله فيكم حيث عرض لنا بعض الذين يتعطون السحر ونحن خائفون من ذلك هل نتوجه إليهم ونستفيد من أفعالهم السحر يعالج بالأدوية المباحة ويعالج بالرقية الشرعية مع صدق النية وصدق العقيدة واليقين وسيشفيه الله بإذن الله ولا يعالج السحر بسحر مثله لأن السحر كفر ولا يجوز التداوي بالحرام فكيف بالكفر قال صلى الله عليه وسلم تداوي ولا تداوي بحرام والسحر أعظم الحرام لأنه كفر تعلمه وتعليمه والتداوي به قال صلى الله عليه وسلم ليس من من سحر أو سحر له ولا يجوز التداوي بالسحر أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده لا يجوز له ذلك لابد من رضا لابد من رضا المرأة بالزوج ولا تجبر على من لا تريده برك الله فيكم وفي هذا السياق أيضا هذا السائد يقول هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها من يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها أو حتى لأجل أن تدرس لعدة السنوات فما حكم ذلك هذا به ضرر على المرأة إذا فاتها الزواج فاتتها السعادة الحياة فاتتها الذرية خسرت خسارة كبيرة لا تعوى أما المال إن الله يأتي به والدراسة ليست عذرا لا تتنافى مع الزواج وكذلك التدريس إذا كانت مدرسة لا يتنافى ذلك مع الزواج تزوج وهي تدرس تزوج وهي مدرسة ويخبر الزوج بذلك عند العقد فإذا تم العقد والزوج قد رضي بأنها تدرس أنها تدرس لا بس ولا يفوت الزواج فإن ذلك مضرة على المرأة قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير نعم أحسن الله إليكم أبو ناصر من الرياض يقول لي خمس سنوات لم أزكي زكاة الذهب هل أزكي دفعة واحدة أم لابد من دفعها في كل سنة بحد ذاتها حيث أنه زكاة حلي المرأة حلي المرأة إذا كان للبس والاستعمال ليس فيه زكاة والحمد لله عند جمهور أهل العلم إلا من أراد أن يبري ذمتها ويخرج من الخلاف فإنه لا بأس يزكي لكن يحسب زكاةه عن السنوات الماضية كلها ويخرجها نعم سؤاله الآخر يقول لأحد الأقارب مريض ولقد أرهقته مصريف العلاج هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ إذا كان قريبك فقيرا تاجا لا يستطيع أن يعالج نفسه إلا بالإعانة فتعطيه من الزكاة أن الزكاة له ولي أمثاله قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهذا يعتبر من الفقراء أو من المساكين ومع أنه قريب يقول لك أجرا أجر الصلة وأجر الصدقة هذا السائل بارك الله فيكم محمد صالح من تبوك يقول أرجو من فضيلتكم توضيح قوله صلى الله عليه وسلم من سنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها معنى سنة سنة حسنة هي أحيا سنة قد تركت فإذا أحيا سنة قد تركت فإنه يكون سنة في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها والحديث جاء على سبب وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عليه ناس محتاجون فقراء محتاجون إلى الإعانة النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة رغب فيها فجاء رجل بسرة من النقود قد أثقلت يده من كثرتها ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رعاه الناس تتابع الصدقات أسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة وله أجرها وأجر من عمل بها الصدقات هذه مشروعة ولكن قد يتتاسل عنها الناس فإذا رأوا من يبادر إليها بادروا اقتداء به يكون سن لهم سنة حسنة وهي المبادرة بالصدقات والإنفاق على المحتاجين أما أن يحدث في الدين ما ليس منه ويقال هذا سنة حسنة هذه بدعة فقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل حفظكم الله أبو سالم من المدينة المنورة يقول يسأل عن شرك السرائر ما هو وما هو الشرك الأصغر شرك السرائر هو الشرك في النيات والمقاصد وهذا يكون بالريا والسمعة الذي يعمل العمل الصالح ظاهره أنه لله ولكن هو في نفسه يريد الريا يريد المدح والثنى فهذا هو شرك السرائر لأنه لا يعلمه إلا الله الناس ينظرون إلى الظاهر ولا يعلمون ما في الباطن لأنه سر ويعلمه الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى نعم أحسن الله إليكم هذا السائل أو السائلة أم عمر تقول تصلني بعض الرسائل عن سور القرآن الكريم بأن لها فضائل مثلا يقول اقرأي سورة الواقعة تمنع الفقر اقرأي سورة الملك تمنع عذاب القبر وهكذا ما صحة ذلك لا تقبل ما يأتي في الجوالات حتى يذكر المصدر الذي أخذ منه الحديث من كتب الحديث المعتبرة إذا ذكر المصدر ووثقه فالحديث مقبول يعمل به أما أنه يأتي بحديث لا أصل له ولا يبين من أي كتاب ولا من خرجه هذا لا يجوز العمل به لا في الجوالات ولا في الكتب ولا في غيره ولا في المواعظ ولا في النصايح ولا في المحاضرات ولا في أي شيء يابد من توثيق الأحاديث من مصادرها الصحيحة نعم أحسن الله إليكم أبو سامي من عرعر يقول إني أجلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق ولكني أنام وأنا جالس ثم بعد موعد الشروق أقوم وأصلي ركعتين السؤال فهل لأجر من جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس نعم إذا غلبك النعاس وأنت جالس أنت على عملك الحمد لله وطهرتك باقية تصلي إذا ارتبعت الشمس الصحابة رضي الله عنهم كانوا تظهرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون فدل هذا على أن النعاس من الجالس أنه لا ينقض الوضوء نعم سؤاله الآخر يقول بالنسبة لعملية المرور من بين المصلي هل يؤثر على صلاة حتى لو مد يده هذا يؤثر على الصلاة يأثم المار ويأثم المصلي إذا مكنه من المرور وسمح له ولكن ينبغي يراعى أنه إذا مر من وراء سترة فلا يضر أو مر بعيدا عن المصلي ثلاثة أذرع فأكثر هذا لا يضر أو المأموم يصلي خلف إمام فإن سترة الإمام سترة للمأموم نعم أحسن الله ليكم هذا محمد يحيى يقول أنا صاحب محلات تجارية وعقرات هل هذه عليها زكاة بارك الله فيكم وهل لي أن أزكيها وإن كانت تأخرت سنتين إذا كنت تريد المحلات للتأجير فإن الزكاة تجب في أجرتها إذا مضى عليها حول من العقد واجبت فيها الزكاة لسنة أو لأكثر أما هي في نفسها فلا زكاة فيها إلا إذا نويت بيعها إذا نويت بيعها صارت من عروض التجارة هي تقوم وتزكى لكن إذا ما نويت بيعها وإنما تريد استقلالها واستثمارها بالأجرة الزكاة تكون في أجرتها نعم أحسن الله إليكم هذا الطالب يدرس في الجامعة محمد صديق يقول هل يجوز عند سؤال الله عز وجل أن نقول بجاه نبيك أن توفقني في امتحاناتي الدراسية هذا بدعة السؤال بالجاه أو بالذات ذات الشخص هذا بدعة ومحرم لأن هذا لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة تسأل الله مباشرة بدون جاه أحد نعم أحسن الله إليكم أبو ياسر من مكة المكرمة يقول اشتريت أرض سكنية لغرض إعمار هذه الأرض ولكن في نية أني لو وجدت أرض في موقع أفضل وبسعر المناسب بعت هذه الأرض وأخذت في المكان الذي هو أفضل فما حكم ذلك هل عليه زكاة إذا لم تعزم على بيعها ليس بها زكاة إذا كنت مترددا هل تعمرها أو أنها إن جاء إن جاء بها قيمة مرتفعة تبيعها وتشتري في مكان آخر أنت متردد لا زكاة فيها نعم بارك الله فيكم يقول ما المقصود باللغو في اليمين حيث إذا ذكرت وقلت لأحد حلفت عليك بالله العظيم أن تجلس هل هذا من لغو اليمين إذا قصدت عقد اليمين صار يمينا منعقد أما إذا جرى على لسانك من غير قصد هذا من لغو اليمين لا يواخذكم الله بالله لأيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان الآية الأخرى ولكن يواخذكم بما كشبت قلوبكم فالمدار على النية إذا نويت عقد اليمين وأتيت بلفظه ثم فإنه يتجب عليك الكفارة إذا حنثت فيه أما إذا جرى على لسانك من غير قصد أليس فيه شيء نختم هذه الحلقة بهذا السؤال حفظكم الله هذا أبو عمر يقول أنا مقيم في المدينة المنورة أريد أن أدي العمرة من جدة لزيارة أخي في جدة هل علي شيء أو يجب علي بنية العمرة من المدينة المنورة نعم إذا مشيت من المدينة تريد العمرة إنك تحرم من ميقات أهل المدينة وذو الحليفة وذو الحليفة أبيار علي المعروفة عند الناس ولا تتجاوزها بدون إحرام وتمر على جدة كما ذكرت وأنت محرم تلتزم بالإحرام إذا أنهيت مهمتك في جدة تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة أحسن الله إليكم شيخ صالح وجزاكم الله خير وجعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة والأخواتي لهنا وناتي لأختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب وقد أجاب عن الأسئلة فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذه التحية من الزميل عثمان ابن عبدالكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء أستوجعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته